لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتربية القطط في المنزل؟ ولماذا كان يحبها النبي؟ وماذا تفعل القطط في البيت؟ كل هذا سنتعرف عليه في الفيديو فتابعونا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القطط وأجاز لنا تربيتها في المنزل لأنها ليست بنجسة كان أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القطط وكان يحملها في كمه وسمي الصحابي الجليل بأبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان يعطف على الهرر ويقتنيها حتى اشتهر بهذه الكنية ونسي الناس اسمه وذلك لحبه للقطط فعن كبشة بن كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قال فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغالها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه كما أن القطة الحيوان الوحيد الذي لا يؤذي أحدا فهو أليف وإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس وصاحبه بالخيار فإن طاب له أو احتاج لذلك فله أن يأكل أو يشرب لأنه طاهر إلا إذا تبين ضرره وإلا تطب نفسه بأكله أو الشرب منه تركه كما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم القطة بالخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم لا يمكن أن يتحرزوا منها فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب شيئا أجازه لنا فالقطة من الحيوانات الأليفة الأنيسة للإنسان وتظل بجواره فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة قامت بحبسها ومنع الطعام عنها وتسببت في موتها ففي حديث شريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض لذلك لجواز تربية القطة في المنازل يجب أن يتعاهد مربيها بالعناية بها من حيث الطعام والشراب بما يكفيها فإن لم يستطع طعامها أو لم يرغب بذلك فعليه أن يتركها لتسد حاجتها من الطعام والشراب من أرض الله عز وجل من خلال الأكل من خشاش الأرض والشرب مما يهيئه الله عز وجل لها ولا يجوز لصاحبها منعها من ذلك ما دام لم يهيئ لها المأكل والمشرب وقال العلماء إن القطة لعابها لا يحمل الأمراض إلا مرضا واحدا كما أن القطة تقوم بدفن برازها حتى تبرئ ذمتها من التسبب في المرض الذي يوجد في برازها وكما ذكرنا هذا هو المرض الوحيد الذي تنقله القطة إذا أكله أي حيوان آخر فسبحان الله العظيم القطة تفعل ذلك لوقاية الناس من المرض الذي تحمله وهي معجزة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام عن القطة وأثبت صدقها العلماء في العصر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن تصديق أحد لكلامه فهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة بعث رسول الإسلام فينا محمد صلى الله عليه وسلم